الشكلة يعني وجهة معروف ما هذه الجوزة بيض جوزة سمار شكرا ما بين لونين متناقضين كانت إجابة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعمق من بساطة الإجابة ذاتها على أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي الأخير فملامح شخصية رئيس الوزراء الجديد في حسابات الصدر أبعد من حدود وتفاصيل لون البشرة لكنها إجابة تعني بالضرورة ما تحدث به في تفاصيل كلمته التاريخية فاللون الأبيض الذي يعني الذهاب إلى حكومة تعالج المشاكل بحلول جذرية فتكون بيضاء ناصع لونها تسر العراقيين أما السبيل إلى أيام البيضاء بحكومة بيضاء فكان الخطاب واضحا وصريحا ومباشرا والأكثر جرأة على اللسان الصدر حيث الكشف عن تفاصيل الحكومة الجديدة التي كشف عن نهجها بمحاسبة الفاسدين وحماية العراق من التدخل الخارجي تكون نتائج الانتخابات سريعة وتشكيل الحكومة سريع مو مثل كل سنة تمطمط خلي شوي راضي شعبنا خلي نخدمه خلي نقوّل عراق خلي نزيد من هيبته حكومة قوية مقتدرة على الضرب بسيادة القانون على كل مفاصل الدولة وهيبتها إعلانوا نهج الكتلة الأكبر بالدعوة إلى حل جميع الفصائل المسلحة دفعة واحدة هو الطريق إلى حكومة جديدة وبهذا تكون بيضاء لا سمراء والأسمر ليس لون الوجه إنما أن يتحقق ما ينتظره الشارع العراقي لا أن تضيع أيامه في مستقبل أسود الملامح يسود فيها الفساد ولا يموت